أستاذ حسان حياك الله يا مرحباً أهلاً أستاذ في الحلقة الماضية كنت حدثتني عن تجربة حزب الوسط الإسلامي قبل أن أدخل معك في حديث عن الربيع العربي والمبادرات التي شاركت فيها أثناء فتة الربيع العربي أود أن أعرف عن العلاقة بين حزب الوسط الإسلامي ومنتدى الوسطية تمام نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو المشروع في أساسه مشروع حزب الوسط الإسلامي في أساسه كما ذكرت لك سابقاً كان يعني يريد أن يقدم لموزجاً إسلامياً واقعياً لا يريد أن يكتفي بالشعارات الشعارات النظيفة الطيبة الممتازة لكنها شعارات ليست مترجمة على أرض الواقع كيف يمكن أن يترجم على أرض الواقع؟ لابد أن يكون لديه قدرة على الوصول إلى الناس لأنه بنهاية المطار أنت من الناس وإلى الناس وإذا لم تكن هذه هي طريقتك في التعامل معنا ذلك ستكون أنت عبارة عن جزء سياسي منفصل عن المجتمع فلا أنت قادر على الوصول إلى السلطة الحقيقية ولا أنت واصل أن تصل إلى قلوب الناس فالمشروع كان يحوي ثلاثة محاور محور سياسي هو حزب الوسط ومحور ثقافي هو منتدى الوسطية الذي أصبح اسمه المنتدى العالمي الوسطية للفكر والثقافي طبعاً المنتدى العالمي هو المظل الأكبر لكن المنتدى الوسطية للفكر والثقافي الأردني موجود كفرأ أردني كجسم أردني والمحور الثالث هو محور إغاثي اجتماعي جبلة النفوس على حب من أحسن إليها فأيضاً كان هذا هو محور الثالث ضمن المشروع المتكامل وابتدأنا بحزب الوسط الإسلامي كحزب سياسي ثم بعد ذلك انتقلنا إلى تأسيس منتدى الوسطية ومنتدى الوسطية بدون شك هو شخصية اعتبارية مستقلة تماماً عن العزب لها إدارتها وشخصية اعتبارية وما إلى ذلك لكنها جزء من المشروع الكبير وكان هناك أيضاً هيئة الإغاثي الأردنية التي أيضاً تأسست بعد حوالي أعتقد سنتين من تأسيس العزب وهي عبارة عن ذراع خيري إغاثي يقدم المساعدة للناس وبعتقد أنه لو يعني يقدر لهذا المشروع أن يمضي ضمن هذه المحاول الثلاثة لا أحدث شيئاً ما للمجتمع الأردنية وأحدث بتصور قفزي نوعي للعمل السياسي والاجتماعي والثقافي منتدى الثقافي الوسطية للفكر والثقافي مضى في قضية الحوارات والنقاشات والندوات والمؤتمرات وما إلى ذلك لكنه يعني الآن لا علاقة له بعزب الوسط أصبح مشروع مستقلاً بكل معنى الكلمة بالأصل هو شخصية اعتبارية مستقلة كانت من يوم التأسيس لكن كانت ضمن مظلة مشروع واحد الآن هذه المظلة ليست موجودة وكذلك هيئة الغاثة الأردنية أصبحت عبارة عن جمعية خيرية فقط لا غير ولا علاقة لها إطلاقاً لا بحزب الوسط ولا بمنتدى ولا بمنتدى الوسطية هل لأن المؤسسين شعروا بأن الفكرة الأساسية غير قابلة للتطبيق؟ لا هو الحقيقة لم يكن قراراً على مستوى القيادة كان يعني هي عبارة عن أشياء بعض الخلافات الشخصية التي جرت بين بعض في بعض الانتخابات فيما يتعلق بهية الغاثة والمنتدى وما إلى ذلك وربما لا أعلم الحقيقة أنا ما بدي أرجم الغيب ولا أسيء الظن ربما كان أيضاً هناك من يرغب بعدم وجود مشروع بهذا التكامل لا أدري والله لكن الذي حصل بنهاية المطاف أنه نحن الآن أمام ثلاثة مشاريع مستخلة لا علاقة بينها وحزب الوسط أيضاً انضم ضمن الدمج الأخير اللي حصل بسبب قانون الأحزاب الأخير انضم إلى الأخوة اللي كان اسمهم حركة زمزم واسبوا أظن حزب اسمه المثاق الوطني أو شيئيه وانضمه تحت اسم جديد فأصبحوا ضمن حزب آخر باسم جديد أيضاً معدت حزب الوسط ما عد موجود لا عد موجوداً الآن حزب الوسط الإسلامي الآن لا وجود له رسمياً وإنما هو جزء من حزب جديد حصل فيه دمج بين ما شمي حركة زمزم أو حزب المثاق مع حزب الوسط الإسلامي وانتخبوا قيادات جديدة وهي لذلك طيب نأتي الآن إلى أحداث الربيع العربي وهي لا شك كانت أحداث مزلزلة مزلزلة وبركانية وأظن أنها بعثت الأمل في نفوس كثير من الناس ليس فقط فيما يتعلق بسوريا بل بالمنطقة العربية بأسرها سواء التي حدثت فيها ثورات أو التي وصلتها بعض النسائم وكانت فرصة لدخول في مبادرات أو عمل مبادرات لاستثمار هذا التطور نعم وأنت كان لك دور في ذلك يعني أنا الحقيقة يعني خلينا نكون واضحين أنا بأعتقد أنه كل الحركات السياسية الإسلامية وغير الإسلامية فوجئت بالربيع العربي وأنا أعتقد أن هذا الكلام لدي عليه أدلة يعني مؤكدة إن كان في تونس أو في مصر أو في سوريا أو في غيرها أنا أعتقد أن الحركات التي كانت موجودة على الساحة فوجئت بهذا الحراك الشعبي بهذا الشكل وإذا كانت قد فوجئت في تونس وفي مصر وفي غيرها فالمفاجأة كانت في سوريا أكبر لأن طبيعة النظام اللي موجود غير قابل للإصلاح إلا بالتفكيك الحقيقة يعجبني جدا رياضة ترك اللي كان يعني هو رئيس الحزب الشيوعي الذي انشق عن خالد بقداش وهو يعني على يسار يا خالد بقداش أظن أنظر في السجن 17 سنين شيء من هذا القبل أول ما خرج من السجن في عام 2007 في مقابلة تلفزيونية معه قال النظام في سوريا غير قابل للإصلاح يا سلام وكان ضمن سوريا موجود بالداخل لماذا؟ لأنه برأيه أن هذا النظام هو عبارة عن تحالف بين الاستبداد والفساد الاستبداد يهيئ فرصة فساد والفساد يدعم بقاء الاستبداد في حالة من تبادل المصالح الذي لو حاول هذا الاستبداد أن يصلح لنفك هذا الرباط ونفك هذا التحالف وبالتالي تفكك النظام وأنا أعتقد أن هذا التوصيف الصحيح تماما ولذلك أنا كان وجهة نظري يعني الشخصية الحقيقة أنه كلف إسقاط النظام في سوريا أو الثورة عليه كلف عالي جدا جدا وقد ذكرت ذلك في أكثر من مرة أنه في بعض الشباب الذين كانوا يدرسون في الجامعة الأردنية السوريين كانوا يدرسون في الجامعة الأردنية وكننا نعرفهم بحكم القرابي أو الجوار أو إلى آخره سألوني قبل أن تبدأ الأحداث كانت أحداث تونس قد بدأت وأنا ذكرت لهم أنه كلف التغيير للنظام في سوريا رأيي أنا في ذلك الوقت مئة ألف قتيل وثلاثمائة ألف معتقر ذكر لي أحدهم جابني مباشرة كلفة بقاء النظام أقصى من ذلك فكان رأيي جوابي مباشرة يا أخوان أنتم تتحدثون بمنطق ثوري راديكالي بحت أنا لست ذاك الرجل أنا رجل عشت حياتي بمعملة الإصلاح والإصلاح غير الثورة الآن في سوريا كان بالنسبة إلى كبار سياسيين سوريا المعارضين كانت الحالة السورية حالة ميئوس منها قبل الربيع العرب صحي أنا أذكر ذلك وكان لديهم تصريحات بذلك الآن عندما ابتدأت الأحداث كانت مثل كرة السلج لأنه قبل أن تبدأ الأحداث كان النظام يبدو مستقرا وله دعم إقليمي ودولي كامل كامل وأصبح جزءا مما يسمى محور الممانعة فحتى شعبيا كان لديه نوع من القبول ضمن هذا المحور لا أحكي عن السوريين أحكي عنها في مجمل في الإقليم في الإقليم كان كل إذا تبرنا أن المحور المقابل هو محور الأمريكي يعني الكلام أن تفضل فيه صحيح له شيء من القبول على مستوى القوى السياسية المعارضة في الإقليم باعتبار يعني الحديث عن الممانعة والمقاومة أما على مستوى الشعب في سوريا الشعب كان يعاني الأمريين الحقيقة حالة الفساد اللي كانت تنخف البلاد حالة عدم تكافؤ الفرص انسداد الأفوق بالنسبة للشباب كان شبه كامل الحقيقة الشيء يذكر ذكر لي الأستاذ رياض حجاب اللي كان رئيس الوزراء في سوريا ونشقق عن المظام أنه عندما بدأت المظاهرات فاستدعى الرئيس ماذا يوجد عندك قال له يا سيدنا نعتقد الموضوع بسيط نستحدث خمسة وعشرين ألف وظيفة نسحب فتيل الاحتقام الشباب الأفق أمامهم مسدود فنسحب فتيل الاحتقام قال له نحن كيف نؤمن رواتبه قال له الأمر بسيط بنرفع المازوط السولر كذا وبنرفع البنزين كذا بنسبة تكاد تكون لا تؤثر هذا المبلغ بالضبط يؤمن رواتب الخمسة وعشرين ألف وظيفة فطلب منه أن يعيد مذكرة بذلك عدم مذكرة طلع المسروم الجمهوري بيرفع أسعار المازوط والبنزين وعدم تعيين الخمسة وعشرين ألف هذا زي اللي بيقول فويل للمصلين هذه رواية أن قلها عن الدكتور رياض عشاب وهو حي يرزاق الموجود يعني لم يكن هناك رغبة في الإصلاح ولم يكن هناك قناعة أنا أعتقد أن النظام يعيش في فقاعة كان ولا يزال يعني فقاعة خارج الإطار ولكن الدعم الإقليمي من جهة محددة دلاش نسكر اسمها الآن معروف يعني هو مدعوم من إيران وروسيا لا أنا أعتقد أن القرار بيبقاه كان إسرائيليا قبل روسيا روسيا دخلت على الخط العلاقة بين بوتين وبشار الأسد بقيت إلى فترة طويلة علاقة بروتوكولية وبوتين لم يزر سوريا إطلاقا قبل الرضيع العربي وهذا ما يشير بدك بديك تنظر له حتى الدكتور رياض حسين أنقل عنه مرة أخرى أنه قد سمع من فم الرئيس السوري له مباشرة أنه المتفاجئ ولم يكن يتوقع أبدا الموقف الروسي الداعم تمام في معادلة في معادلة دولية إقليمية والدليل عليها طيب لأن الطيران في سماء سوريا من ثمان سنوات الطيران الروسي والسوري طيران التحالف والإسرائيلي بطير فوق سماء سوريا هل سمعت بخطأ حصل بأنه هناك احتكاك بالنطارتين بين هذه القوة جميع هناك غرفة عمليات تراقب هذا الموضوع إذن القضية أكبر من مجرد أنه والله دعم أن روسيا دعمته لا لا يعني هي روسيا دعمت ضمن إطار توافق معين ذكرته هيلر كلينتون بكل وضوح عند الأحداث في ليبيا وبداية الأحداث في سوريا قالت سوريا ليست ليبيا طبعا هو بالنسبة لإسرائيل كلامك صحيح الأمريكان والإسرائيليون كانوا يرون أي بديل لبشار سيكونوا بالنسبة لهم أسوأ ومن هنا حتى جاء الضغط على الموقف الأوروبي لأن الموقف الأوروبي في بدايات الربيع العربي كان متعاطفا جدا نعم الأمريكان والإسرائيليون كانوا يرون أن تغيير الوضع الراهن في المنطقة ليس لصالحهم لأنه هناك راحة من قبل الإسرائيليين لمدة طويلة جدا وقد تحدث فيها رامي مخلوف بكل صراحة عند بداية الأحداث إذا كانوا تذكر للأسف أنه أخرج عدد من الشبان الفلسطينيين الأطهار وخلاهم أنه يستازوا المنطقة المحرمة من حدود الجولان تذكر واصطادتهم رصاصات الاحتلال الإسرائيلي وقاتلت منهم وجرحت منهم وعقب مباشرة راية مخلوف أن أمن إسرائي من أمن النظام نعم صحيح هو نوع من الابتزاز آه فالإشار يعني هذه هي القضية الحقيقة على كل الأحوال اللي حصل أنا بتقديري اللي حصل في كل العالم العربي هي عبارة عن انفجارات مجتمعية أكثر منها ثورات منهم تمام يعني أنت الآن في وصلة المجتمعات إلى حالة من الاحتقان والاختناق لم يعود الشباب قادرين على تحمل هذا الذي يجري لم يكن هناك قوة مؤطرة أطرت هذا الحراق في أي بلد عربي على الإطلاق فخرج بهذا الشكل وعادة مثل هذه الانفجارات المجتمعية يعني لا يعلم إلا الله إلى أي مدى يمكن أن تصل وكيف تصل وأنا أشبهها بكرة الثلج التي تبدأ كرة في حجم اليد ثم يمكن أن تصل إلى صحرة ضخمة جدا تدم القرية أو ربما بعصى صغيرة تحريفها عن مسارها هذا الذي حصل نحن أمام قوة مجتمعية شابة حانقة ومحتقنة خرجت ضحة صادقة طاهرة لكن هناك أمرين الأمر الأول أن هذه القوة لم يكن لديها رؤية واضحة ماذا تريد حقيقة وإلى أي مدى يمكن أن تصل النقطة الثانية أن الأنظمة الموجودة غير مشتعدة للتنازل ولو على حساب أي شيء ولو بأي قدر ولو بأي قدر من تضحيات بالناس وكذا لأنهم يرون أن يقاتل يمقتول لأن البشار الأسد عرضت عليه اقتراحات بإجراء إصلاحات ولو شكلية من أجل تجاوز المحنة ورفض يا سيدي الآن أنت الآن خطابه الأخير أو في مقابلته مع سكاين ميوز الأخير ماذا قال عندما سألوا الإعلامي لو عادت بك الأيام ما هي الأشياء التي كان يمكن أن لا تفعلها وما هي الأشياء التي كان يمكن أن تعدل عليها قال له إحنا لو تعرضنا إلى ما تعرضنا إليه ما في شيء غيره على المطلق سيفعل نفس الشيء أي نوع من العقلية هذه تصور أنت أن إنسان فرد مش رئيس دولي ولا نظام ولا كذا يقول أنه أنا تجربتي مئة بالمئة صح ماذا يقال عنه هذا ضمن العقلاء؟ هو يشعر بالغرور كونه انتصر على الشعب هو يعيش بفقاعة هو يعيش بفقاعة الحقيقة وبأعتقد أنا أنه الثورة الآن إذا تحدثنا عن سوريا على وجه التخصيص أنا أعتقد أن الشعب السوري قدم شيء الحقيقة غير مسبوك وغير متوقع وأكبر بكثير من مكان يعني متوقع أن يخرج تضحيات بشكل جسيمي جدا لكنه الآن هو شعب منكوب بكل معنى الكريمة وتخلى عنه من كان يقول أنه صديق قبل من كان يقول أنه عدو الحسابات صحيحة لكن هل أن هذا الشعب سيستكيد؟ أنا أعتقد أنه أنه يعني لم يعود هناك إمكانية لأن تعود سوريا كما كانت الناس اللي هم عاشوا الآن معشر سنة وهم مهجرين من بيوتهم هؤلاء الناس كيف يمكن أن تعيدهم إلى القمقم اللي كان موجود ما ممكن لأن هذا الشاب اللي كان عمره عشر سنوات عمره الآن اثنين وعشرين هو اللي ولد بتلك الظروف الآن عمره عشر سنة طيب هذا عاش في أجواء أخرى تماماً مختلفة عن كل الشيء الذي يستطيع النظام التعامل معه بالتالي أنا أعتقد لا يمكن يعني الحل الحل لا يزال بعيد المنال وأعتقد أنه من من يحاول أن يعيد تعويم النظام هو يعني كمن يحاول أن يحرص في البحر لا النظام قادر والشعب حيقبل ولا حجم التناقضات بأن القوى اللاعبة في الإقليم وصلت إلى مرحلة من التفاهم المعقول فيما بينها وهذا هو التالت واحد مش أول واحد لا الشوريين قابلين ولا النظام قادر هذا هو النقطة الأكثر أهمية ولذلك أنا أعتقد أنه لا يزال الملف مفتوح مشكلة نشكل الكبير المؤلمي أنه ملف نازف على المستوى الإنساني بشكل كبير والدول غير مدركة أنه هناك جيل هيخرج ليس لديه ما يخسره ويخاف عليه وهذا خطير خطير جدا حادثة بالنسبة لي معبرة كانت بعام الثمانين كنت عائد من سفر من حلب إلى دمشق وقفت في حما ودخلت إلى دكان ونحن جوه الدكان أطلاق رصاص كثيف كذا وبعدين فيه اتنين سقطوا سقطوا وصار فيه برك الدم شيء الحقيقي يعني رهيب جدا يعني أنا بالنسبة لي شيء يعني مش مألوف يعني شيء فظيع ثم اكتشفنا بعدين أنه فيه فرع أمن جنب الدكانة دي كنا احنا وافين فيها يجو أخذوا اتنين الحراس اللي ينصابوا يبدوا في واحد على البسكليت أو على دراجة نارية أطلق النار عليهم أطلق عليهم النار بعد دقائق فيه أطفال صغار عمرهم بالعشر سنوات أطفال صغار جاءوا وخاضوا في بركة الدم والله يا دكتور وجلسوا عم يختاروا أنا يعني طلعا شو بيسودوا عم يبحثوا عن الفوارغ الفشك الفشك الفارغ ويمسك هيك وينقط منها الدم ويحطه بجيل أنا قلت هذا الجيل سيخرج منه شيء آخر غير المألوف في عام 2012 التقيت بشاب في تركيا من حما شو بتسويها لنا وما جايزي يركض أنت شو بتسويها لنا ونبقاتل طيب أنت ليه بتقاتل قال لي أنا جدي قتلوا بأحداث حما في ثمانينات لم ينسى تأره في اللي أنا بد يقوله هذا الملف للأسف لا يعالج بالطريقة الصحيحة وأعتقد أن المسؤولين في الدول التي تسعى إلى إعادة تعويم نظام الأسد لا تقرأ لا التاريخ ولا الجغرافية ولا علم الاجتماع بشكل صحيح وبالتالي هي تريد أن تني هذا الملف دون أن تحدث فيه التعقيم المطلوب والتطهير المطلوب وبرضو برتبط نرجع على موضوع ميزان القوة ميزان القوة غير مؤهل بعد لإحداث التغيير المطلوب صحيح لذلك نحن الآن بأثر رجعي نرى ما حدث في 2011 على أنه جولة نعم لابد أنه سيأتي بعده جولات مئة في المئة نجاح أي جولة في إحداث تغيير كبير أو مهم مرتبط أو له علاقة مباشرة بتغيير ميزان القوة نعم بصالح التغيير نعم أنا مئة في المئة أقول لك ذلك لكن أعتقد أنه يعني التغيير يعني بمعنى النجاح في التغيير يحتاج إلى الفضل فيه لكن أنا أعتقد أنه هذه الحركات الثورية هي صيرورة تاريخية طبيعية لأنه الناس ازداد وعيها وسائل التواصل الاجتماعي صارت الآن توصل المعلومة في آخر قرية في الصين بالصوت والصورة مباشرة فالناس متطلعة على ما يجري حجم حجم النكبة على ملايين السوريين ملايين الآن مو عم تحدث عن عن أحداث حماه عشر ألاف 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 كل القطر منكوب أنت الآن عندك ملايين منكوبين وحتى الناس اللي موجودين داخل مناطق النظام يمكن أنهم أشد نكبة لأن الفقر اللي عم يعانوه شيء لا يصدق عقل الدخل السوري في المعدل في مناطق النظام حولي 15 دولار بالشهر هو مش حد الفقر ولا دون حد الفقر شيء الحقيقة ما يعني فقر مدقع يعني الناس منتهية تماما طيب الآن ضمضوا الموضوع وسكنوا بعد سنة بعد سنتين ماذا تفسر الآن الأحداث التي تجري في السويداء وطرطوس ودير الزور ربما لا تكون تحمل معنا ثوريا بالمعنى اللي خرجت فيه في 2011 لكنها تحمل معنى عدم قبول الأمر الواقع وعدم الرضا بهذه الحالي اللي موجودين فيها أنا أعتقد أن الاستقرار في المنطقة لن يحصل بالطريقة التي يتم التعامل فيها مع الملف السوري وإذا لم يتدارك الأمر فنحن أمام جولي قادمة للأسف ستبقي الجرحة نازفا طيب نأخذ فاصل قصير ثم نستاني في الحديث طيب الآن في أجواء الربيع العربي حصلت كثير من المبادرات التي تنم عن أمل طبعا الآن نحن نتكلم بعد أن تم إطفاء هذه الجذوة التي لربما تعود ثانية لكن أنت كنت طرفا في مشاريع في حينها نعم يعني تبرت مشاريع واعدة يعني في 2011 ابتدأت الأحداث في سوريا والحقيقة أنا من عدة يعني جوانب كان لزاما علي إذا كان في عندي إمكانية أن أقدم شيئا أن أقدمه بالبعد الإنساني بالبعد الوطني بالبعد الديني بالبعد الأخلاقي لا يجوز بحال من الأحوال أن تتفرج على شيء لم تصنعه أنت لكنك ترى أمامك يعني بطولات من جهة وتضحيات هائلة من جهة أخرى فأن يقف الإنسان حياديا في بثل هذه الأحوال أنا أعتقد أنها خيانة بكل معنى الكريم ابتدأ الأمر يزداد في سوريا ويعني ينتقل من محافظة إلى أخرى كان عندي وجهة نظر أن هذا الشعب الذي سحبت منه كل قدرات تأسيس مؤسسات المجتمع المدني القادرة على أن تضبط المسار العام والحياة العامة فيه يعني المجتمعات كيف تمه وكيف تحافظ على ذاتها وتجدد نفسها من خلال مؤسسات المجتمع المدني فالنظام في سوريا كما كثير من الأنظمة في عالمنا العربي للأسف يعني تفقد المجتمع هذه القدرة وبالتالي يكون غير قادر أيضا على إنتاج زعاماته الطبيعية بشكلها الطبيعي التلقائي فتأتي زعامات مصطنعة الزعامة الطبيعية تخرج من خلال الأداء من خلال ما ترى الناس من مصداقية ومن عطاء ومن بذلوا إلى آخرين فعندما فقدت هذه المؤسسات المجتمع المدني أصبح الشعب السوري الحقيقة مثل الشياه في ليلة الظلماء المطيرة هم لا يجدون يعني يلتفوا حول من فكان هناك اجتهاد الحقيقة يعني في الذهن أن العلماء بشكل صمام أمان أولا لأنه بالنسبة للشعب الشعب السوري متدين فطريا متدين وقيادات المجتمعية في غالبها ذات طابع ديني والعلماء في سوريا لهم وزن مختلف عن بلاد أخرى لا يتوفر هذا بسبب كما ذكرت سابقا لا يخلو مسجد في سوريا من عالم يعطي دروس ويربي الناس وكذا وإلى آخر وكان الحقيقة أني أنا قد سمعت أن هناك توجه عند بعض العلماء في سوريا لإعادة تأسيس رابطة علماء الشام هي كانت توجيدة أصلا بالثلاثينيات من القرن العشرين كان هناك مجموعة روابط شرعية كانت تحمل اسم جمعيات العلماء وأول جمعية تأسست كانت عام 1937 أسس الشيخ كامل القصاب وبقي رئيسا لها لفترة طويلة رحمه الله الشيخ كامل القصاب هو من زملاء الشيخ عز الدين القسام وحارب معه في فرسطين وسجنه الإنجليز لفترة ونفوه لفترة أخرى يعني هو يعني سياسي ومناضر وفدائي وعالم شريعة من الطراز الأول رحمة الله عليه وثم ساهم في تشكيل أيضا روابط أخرى لكن تحت اسم رابطة علماء الشام تأسست عام 1905 وبقيت إلى أن جاء البعث وكان رئيسها يعني في تلك الفترة الشيخ رحمة الله عليه محمد أبو الخير الميداني فكان هنا حديث بين بعض العلماء في سوريا لإعادة تأسيس رابط علماء الشام من أجل توحيد الموقف والتشاور فيما بينهم لكن هذا لم يتم اتصل معي أخ في الحقيقة أخ عزيز من جماعة الشيخ عبد الكريم الرفاعي وطلب مني أن ألتقي ببعض العلماء الذين خرجوا إلى تركيا من جماعة الشيخ عبد الكريم الرفاعي وكان ذلك وكان في ذلك الاجتماع حضر الشيخ وسامة الرفاعي الشيخ ساريا الرفاعي الشيخ عبد الفتاح السيد الشيخ جمال السيروان والعبد الفقير وكان في دردشي يعني شو ممكن شو مملك فاقترحت إعادة تأسيس رابط طرام الشام لكن على أن تحوي ألوان الطيف الإسلامي ما أمكن ألوان الطيف الإسلامي المعتدل الوسطي الشرعي اللي له تأثير على الناس له كلمة عند الناس فقال فقالوا من تخترح فأنا قلت الموجودين ونضيف بعض الشخصيات اخترحت بعض الشخصيات منهم الشيخ محمد لطفي الصداغ رحمه الله الشيخ عدنان السقار الشيخ ممدوع جنيد عن حمص الشيخ عبدالله السلقيني عن حلب والشيخ محمد سرور زين العابدين عن منطقة حوران ففوجيت قالوا لي انت بتعرفه ويعني فوجيت انهم لا يعرفونه الشيخ محمد سرور عجيب فقلت يا الله انا اعرفه بالرغم من تأثيره الواسع لكن هم سألوا السؤال يعلمون تأثيره الواسع يسمعون به ولكن لا يعرفون لا يعرفون مش ما بيعرفون مش سامعين فيه لا سامعين فيه جدا اه بتقولهم والله انا معرفتي فيه ليست ليست قديمة انا عرفته قبل الثورة بفترة ما هي طويلة للمفارقة للمفارقة الحقيقة شيء بش يذكر انا تعرفته عليه قبل ثورة سورية يمكن بسنة يقول النقطة الثانية يعني في بعض الاختراقات بيني وبينك على المستوى المذهبي أو الفكري أو كذا انت شو أولوياتك في العمل قال لي وحدة الأمة قال لي وحدة الأمة قال لي على طريق واحد في اللقاء اللي حصل في اسطنبول نصحتهم أن يلتقوا بي وكان اللقاء والحقيقة يعني هذا اللقاء أنتج رابطة علماء الشام والتي كانت حقيقة صمام أمان وضعبط لحراك كثير من القوى الفاعلة على الساحة السورية في ذلك الوقت أن يضبط نصرها أن يعني يجعلها تمضي ضمن الحدود الأخلاقية والشرعية المطلوبة إلى آخره دون أن يتدخل مباشرة هذا الكيان بالأعمال لا السياسية ولا نسكرية هل مازالت قائمة؟ طبعا قائمة رئيسة حاليا شيخ أسامة الرفاعي العبد الفقير أنا نائب رئيس الرابطة المجلس الأمناء تشكل مجلس الأمناء من ممن ذكرت يعني الشيخ عبد الله السرقيني محمد لطف الصباب ومحمد حفظ للقاب عدنان السقاب مبدو عجونير جمال السيروان عبد الفتاح السيد عبد الكريم بكار أبو الخير شكري والعبد الفقير طبعا أستاذ الشيخ أسامة الرفاعي وساريا الرفاعي نعم قائمة لكن هذا الكيان مع الزمن كان هناك حاجة إلى تطوير هذا الموضوع بحيث أنه الضم انتبقية الهيئات والروابط الشرعية اللي موجودة في الساحة وكانت حوالي أربعين رابطة شرعية تقريبا وجاءت فكرة تأسيس المجلس الإسلامي السوري الذي تأسس عام 2014 يعني هذا ثمرة من ثمار الرابطة يعني ما منستطيع أن نحصل أنه ثمرة من ثمار الرابطة لكن واضح أو أنه حدث تابع تابع نعم لأنه يعني بين المجلس وبين الرابطة صار فيه شيء وسطي تقريبا اسمه مجلس التنسيق اللي هو كان مجلس تنسيقي لإصدار موقف واحد موحد من الأحداث من قبل الروابط جميعا وهذا المجلس الإسلامي يشمل هذه الروابط؟ يشمل أكثر من أربعين رابط الشرعية ويعني له هيئة عامة وله مجلس أمناء وله إدارة تنفيذية نعم أنا كنت لفترة ناطق إعلامي باسمه تشرفت أني شرفني أخواني بذلك ويعني للدورات أظن كنت أضع مجلس أمناء ثم يعني ريحوني أخواني جزاهم الله أخير هذه سواء الرابطة أو المجلس بينهما وبين الداخل السوري تواصل؟ طبعا طبعا المجلس الإسلامي السوري من ناحية المرجعية الشرعية هو المرجعية الأساسية الشرعية للداخل السوري ويعني انتخاب المفتي العام لسوريا تم من قلال يعني المجلس الإسلامي السوري من تخب الشيخ أسامة الرفاعي مفتي عام لسوريا بعد أن ألغى النظام منصب المفتي العام لكن هو أنت المشايخ الذين ذكرتهم وبالنشاطات التي نتحدث عنها معظمها خارج سوريا لا لا هو في الداخل المحرر في الداخل المحرر طبعا ليس في المناطق التي يسيطر عليها النظام في المناطق التي يسيطر عليها النظام هناك مناصرون ومؤيدون لكن حجم الخوف والرعب القائم لا يستطيع أحد أن يشهر يعني بقناعاته وعلاقاته وارتباطه هذا أمر مستحيل أنت تودي نفسك للمقصر لكن الحقيقة أنا أعتقد أن المجلس الإسلامي السوري بشكل أو بآخر نجح إلى درجة كبيرة في أن يكون مرجعية شرعية إلى السوريين رغم ضعف الإمكانيات أو محدوديتها جدا ورغم صعوبة التحديات أيضا ويواجهها وسيواجهها المجلس الإسلامي السوري هل الرابطة والمجلس أعضاء في مجالس أكبر زي الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين هل لهم علاقة بها؟ على مستوى الأفراد كأفراد يعني الشيخ أسامى عضو مجلس أمناء أظن الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين عدد من الأعضاء المجلس الإسلامي أعضاء في الهيئة العامة للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين لكن المجلس نفسه كشخصية أعتبارية ليس عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على ذكر المناطق المحررة في الشمال السوري أنا أظن أنه على صعوبة الأوضاع هناك بسبب وجود عدد هائل من الناس في منطقة ذات مساحة محصورة تقريبا وبسبب أنهم عرضة أيضا لضغوط السياسية الأقليمية والدولية إلا أنه خلق حالة ربما يكون لها دور في قابل الأيام حالة من شعور الناس بالكرامة والحرية غير متوفرة في المناطق التي ترزح تحت هيمنة النظام يعني ما يوجد فيه في هذه المنطقة المحاصرة أو المحدودة من نشاط ثقافي من نشاط ديني من نشاط سياسي سيدي من كرامة الإنسان من كرامة آه نعم يعني من أن لا يقرع بابك في منتصف الليل وبعد منتصف الليل زائروا الليل صحيح أن لا يؤخذ أحد لا يعرف أين مصيروه والذي يسأل عنه يصير معاه يعني فيه أشياء تكاد لا يعني أبعد من الخيال الحقيقة الإرهاب اللي موجود تحت ظل النظام السوري غير مسبوك أيوا في المقابل في هذه المناطق التي نسميها المناطق المحررة ينشأ الإنسان بذهنية مختلفة نعم لأنه محرر من هذا الإرهاب ينشأ حرة ذكرتني بي هذا على أيام على أيام الشقاوي قراءته أنا شاب صغير رواية لجانفور سارتر مثلت مسرحي اسمها الذباب يتحدث فيها عن شاب قتل أبوه الملك الملك كان أبوه قتل بمؤامرة بين أمه وعشيقها وبعد ذلك استرام الحكم العشيق تمام فهذا الشاب بدأ يفكر طب أنا الآن أبقى هكذا أفعل وأشتغل راعي دافعا عن حقوقي أثقر لأبي استرجع ملكي وقرر أن يسترجع ملكه على طريقة سارتر في الاعتقاد بأن الآلهة المدعاة عندهم آلهة كاذبة ومنافقة ومتحالفة مع السلطان الغاشم فأن الإله جوبيتير يذهب إلى الملك الجديد القاتل يقول له انتبه إن فلان سوف يحاربك فاجمع جيشك قالوا ما الذي تغير ما الذي غير فلان قال لقد علم أنه حر يا سلام ما عرفت الإنسان أنه حر هذه أساس أرضية الانطلاق إلى أي شيء ولذلك أنا أعتقد أن الملف السوري لا يمكن أن يغلق بهذه الطريقة أبدا لأن الشعب السوري قرر أن يثور وبعتقد أنه لن يعود إلى القمقم بأي شكل من الإشكال والله أعلم يعني نحن نقرأ والله غالبا على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا شك في ذلك الآن عاوز أنهي هذه السلسلة من اللقاءات معك بأن أعيدك إلى البداية أنت ذكرت لي في حديثنا خارج التصوير شيئا عن والدك رحمة الله عليه وإن كنت لا تعرفه لأنه توفي عليه رحمة الله وذلك من العمر سنة لكنك سمعت عنه حكايات وأنه عندما كان هنا في الأردن كان ماذا نسميه متمردا ثوريا ثائرا كان معارض وكان معارضا للاستعمار كان معارضا للاستعمار الفرنسي في سوريا ودفع الثمن ويعني دفعه بكل أريحي الحقيقة ترك أهله وبيته وكل شيء وضطر إلى الهجرة إلى هنا وجاء إلى هنا طبعا هنا يعني كان يعني نعم البلد بالنسبة له لكنه أيضا كان يرى أن تسلط الإنجليز على مقدرات البلاد يعني كان كبيرا فكان معارضا لأي نفوذ أجنبي على هذه الملاد وأنا يعني بدي أذكر يعني أنه قد نفي ثلاث مرات في وقت كان نفي داخل الأردن شيء يعني مش بسيط أبدا يعني نفي مرة إلى الطفيلة ومرة إلى معانا ومرة إلى العقبي طبعا عندما نقول الطفيلة أو معانا أو العقبي في ثلاثينيات القرن الماضي يعني أنه منفي إلى بلد آخر بعيد ما في أصلا أصلا يعني يعني أن لحقولي الذين يعني حدثوني على الموضوع أنه كان عندما نفوه كان فيه عمان كلها فيها خمس سيارات خرجت معه حتى وصل إلى الطفيلة أربع فنفي ثلاث مرات لمعارضته للتدخل الإنجليزي في أما الحادثة الثانية اللي الحقيقة كانت وهذه يعني ذكرها ليه شخص كان مقرر جدا منه أنه في يوم من الأيام كان في شيء اسمه كوتا في الأردن الكوتا في الأردن يعني هي عبارة عن رخصة الاستيراد ويعني رخصة الاستيراد هي فرصة للتاجر لأن يعمل ويربح أرباح ما هي بسيطة يعني وكان المسؤول عن الدارة الاقتصادية بالأردن كان فيه الاثنين إنجليز مسؤولين عن الحياة العامة كلها مسؤول أمني وعسكري وليفينغستون مسؤول عن المال والاقتصاد فدخل يبدو أنه وجد أنه كبار تجار البلد واغفين بالدور كل واحد ماسك أوراقه وعم يستنى على الباب على باب لفينغستون فقال لهم يعني أنتوا شو تسور وعم نستنى قالوا كيف يصلكم تستنون حوالي نصف ساعة المطيغ يوميا ما خلص اللي عنده جوه قالوا ما بنعرف الباب مغلق وما في واحد منهم يقول له شو ما تسوي لأنه بتروح للرخصة يبدو أنه ثورجي يعني يبدو ثورجي فهو جاء ضرب الباب ودخل الباب لجوه فهدا كثار يقول على التليفون كيف تدخل كذا الناش واغفي أهل البلد واغفي بره بتستنى فيك وانت بتحكي على التليفون انت التليفون بتنهيه بعد ما تخلصوا الناس من عندك اطلع بره ما بطلع بره اطلع بره يجب له قائد الشرطة قائد الشرطة كان من دار السمان في ذلك الوقت حدثني بهذا الموضوع قبل وفاتي رحمه الله هو بنفسي استدعى رئيس الشرطة قال له خذ هذا اوقفه في السجن قال له ما بستطيع لي ما بستطيع قال له الآن إذا وقفته أنا هذا بدأ تسكر البلد قال له طيب أنا إذا مقوم فهو ترك ترك مكتبه وخرج وخلى الناس واقفين بالدور وكذا استدعى كان رئيس الوزراء توفيق باشا أبو الهدى استدعى قال له انت شو سويت يا رجل قال له أنا ما سويت شي هذا هذا أجنبي عم يتحكم برقاب العباد وهذه البلد لنا كيف يعني يعني هو قال له يا الله فلان انت الآن عطلت مصالح العباد وعطلت البلد ما عندنا بديل عنه هذا الوحيد اللي عنده خبرة اقتصادية بالاستيراد وبالتصدير وبالكذا وبالآخر قال له لا تهكلهم أنا عندي البديل قال له مين البديل قال له أعطي إجازة هذا مفتوح حتى لمطالب إجازة أعطي إجازة مفتوحة والبديل عندي ذهب إلى بيروت كان في واحد اسمه نجيب علم الدين كان محافظ البنق المركزي في لبنان وكان رئيس المجلس إدارة لشركة طيران ما قدري كان تلميدي الاست ولا كان قبلها فقال له بتترك كل شغلك وتجي عنا على الأردن قال له أنا شو دي فقال له بتجي على الأردن أنت مسؤول عن الملف الاقتصادي وجاء به وجاء نجيب علم الدين ورتب الأول الاقتصادية في الأردن وكان هذا بداية ولادة البنق المركزي الأردن يا سلام يعني هذه القصة على دلالاتها هو بداية التحرر الاقتصادي تمام يبدو أنه هذا العرق يعني تسميه مشاكس بتسميه شو اللي بدك تسميه تسميه يعني فيه شيء من يعني ثوري الله أعلم يبدو أنه هذا موجود جينيا لا أدري انتقل إليك بس أنا لا أنا غلبان يا دكتور لا الآن تذكر القصص التي نقلت إليك عن والدك أكيد تنقلها إلى أبنائك وأحفادك بدون شك طبعا طبعا لأن أنا أفتخر الحقيقة به وبإنما كان نظيف اليد وقد حدثني يعني كان رئيس ديوان ملكي أيام الملك عبد الله رحمه الله رحمه الله الرجلين السيد عبد الرحمن خليفة العوامل وهو ليس محمد عبد الرحمن خليفة المراقبة العام الأخوان المسلمين اتنين هم مسلطيين سادة محمد عبد الرحمن خليفة المراقبة العام أخوان المسلمين وعبد الرحمن خليفة كان رئيس ديوان ملكي ذكر لي بأنه الحقيقة أنه عندما كانوا يعني تتعرض الولد إلى شيء من أزمة أو كذا كانوا يعني يطلبونه أن يزور القصر ولكنهم كانوا يحترمون رأيه لأنه لم يطلب يوما شيئا لشخصه نزيح على الأطلاق يعني نسأل الله الرحمة لموتانا جميعا أن يختم لنا بخاتمة الحسن وبهذه القصة الجميلة نختم هذه السلسلة من الحوارات شكرا جزيلا والحقيقة يعني قناتكم قناة يعني رائدة والبرنامج حقيقة برنامج مشاهد ويقدم يعني داتا الحقيقة غنية جدا لكل الباحثين عن الحقيقة يعني في بلادنا التي نسأل الله لها الاستقرار والأمن والنماء يعني وأن يكون الجيل القادم يحيى أفضل مما كنا نحن أمين كلنا ندعو بذلك شكرا جزيلا لك شكرا 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 شكرا